العالم قبل 24 فبراير 2022 غير العالم بعده كل حاجة تغيرت وحصل زلزال الغزو الروسي لأوكرانيا اللي هز كل اقتصاديات الدول وكمان ضرب خطوط التجارة وقربك البورصات العالمية وكمان البنوك الدولية وفوضى في سوق العملات ومن هنا بدأت أصعب أزمة اقتصادية ومالية في العصر الحديث مصر كانت فين؟ وبدأت أم تتحس بالخطر؟ وإيه اللي دار بين الرئيس السيسي والمصرف الكبير حسن عبدالله في قصر الرئاسة بالاتحادية وإيه حكاية الملف الأحمر في درج رئيس البنك المركز المصري مصر اتأثرت بمجرد بيان ملامح الأهداف الروسية في أوكرانيا وإنها مش مجرد عملية محدودة وهتنتهي وبان إنها حرب طويلة والدول كلها عملت حسابها على الاحتمال الأصعب وفي مصر بدأت تظهر ملامح أخطر أزمة عملة لما بدأت الأموال السخنة تخرج من مصر بشكل كبير وصلت في مجموعها 22 مليار دولار وبدأت تظهر أزمات سلاسل التوريد الدولية وكان هنا الخطر الحقيقي لأن مصر مستورد رئيسي للسلع الاستراتيجية في العالم بفاتورة دخلت على 100 مليار دولار عدت الأيام ورئيس السيسي كان بيتابع الأزمة لحظة بلحظة لحد ما قرر تغيير الاستراتيجية والاستعانة برجال مهام صعبة في القطاع المصرفي وخاصة بعد تسع نطاق أزمة أسواء الصرف واختفاء الدولار وزهور السوق السوداء وفي 18 أغسطس 2022 أصدر فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي قرار بتعيين المخدرم حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركز المصري لمدة عام وبعدها تم تعيينه رسميا في المنصب ومن هنا بدأت مهمة عبدالله الخطيرة تعليمات الرئيس السيسي كانت واضحة وصريحة وهي سرعة التعامل مع المستجدات ومواجهة الأزمات في وقتها وعدم السماح بخروج أسواء الصرف عن السيطرة وإعداد تصور كامل عن الموارد الدولارية وكمان الخطط البديلة وضمان عدم تأثر المواطنين بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتطوير السياسات النقدية وكمان توفير مناخ جاذب للاستثمار وكان أهم تكليف رئاسي لمحافظ البنك المركز المصري وقتها هو توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية بعد أقل من ساعة على لقاءه برئيس السيسي توجه حسن عبدالله لمحافظ البنك المركزي لمتابعة منقشات أول اجتماع لجنة السياسات النقدية في عهده واللي قرر فيها تثبيت سعر الفايدة لغاية تجهيز ملفات العمل في الشهور اللي جاية وكمان الاستعداد لمعركة طويلة جدا بين الدولار والجنيه وفي نفس اليوم اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي دورة رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي والدكتور محي الدين المدير التنفيذي لسندوق النقد الدولي لاستعراض طبعا مستجدات المشاورات بين مصر وسندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط والتي وجدت في النهاية بتوقيع اتفاق قرد 3 مليار دولار حوالي 6 شهور مرت على تولي حسن عبدالله رئاسة البنك المركز المصري وما فيش يوم عد فيه غير بقرارات وخطط واجراءات على مدار الساعة وكان دايما قدامه تكليف وتعليمات الرئيس في أول لقاء بينهم في الاتحادية بعد تعيينه مباشرة وهو تنويع وضمان تضفقه لعملات الأجنبية وكانت دي مهمة خطيرة جدا لأن كان فيه ميد باب مفتوح وكله عايز دولار بداية من تلبيت فطورة الاستراض ودي ما فيهاش نقاش لأنها أمن قومي وكمان توفير أساط ديون خارجية وتغذية القطاع المصرفي والبنوك بالدولار علشان تلبي رغبات عملائها وخاصة أصحاب الشركات وده غير تلبيت طبعا طلبات شركات الاستراض وكمان الإفراجات الجمركية وفوق ده كله محافظ على مستوى الأمن الاحتياطي النقدي كانت مهمة عظيمة لكن البنك المركز المصري نجح في كل الاختبارات الصعبة وفي ذروة أزمة الدولار كانت بتتنفذ خطة لإنقاذ كل قطاعات الدولة شغالة على هدف واحد هو توفير أكبر قدر من العملة الأمريكية وتم رفع حالة الطوارئ في القطاع السياحة والتصدير والاستثمارات المباشرة وقناة السويس وطرح برنامج اطروحات الحكومية وتمديد أجل الودائع مبادرات خارج السندوق زي مبادرة إعفاء سيارات المصريين والسماح بدخول الدهب من غير جمارك وفي نفس الوقت دخل المركز في حرب مفتوحة مع سوق شريحة للدولار الأسود وتبجار العملة لغاية ما جدت معلومات بدخول أطراف معادية من الخارج على خط أزمة الدولار وهنا تحول الدولار في السوق المصري لخط أحمر وتعمل له ملف أحمر يعني خطر بيشرف عليه رئيس المركز بنفسه وبيترفع به تقارير للرئاسة المصرية بعد أقل من سنتين على اجتماع الرئيس السيسي بمحافظة البنك المركزي وسط تفاصيل كتير وقرارات ملهاش آخر إيه اللي حصل؟ الحقيقة نظرة واحدة على الوضع من ساعة تولي عبدالله بتكليف من الرئيس السيسي والوضع دلوقتي هتعرف حجم الجهد وكمان المعجزة اللي تمت بعد انتصار الدولة المصرية على كل الجبهات في الصراع مع الدولار وتوقيف صندوق النقد عند حده وكمان تنمية الموارد الدولارية والقفز للأمام في ملفات الاستثمار والتصنيع والمناطق الصناعية وكل مشروع بيجيب دولار أو عملة صعبة والطروحات ضيف عليهم الارتفاع الاحتياط النقدي اللي قرب على 35 مليار دولار وتوقع وفرة كبيرة في سوق الصرف العملة الأمريكية بفضل تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنويع مصادر الدولار وكأن الرئيس كان بيقرأ طالع الأيام من كتاب مفتوح كنت معاكم من بنكير أنا عبدالمنعم إبراهيم وإلى اللقاء